اهلا بيكم من جديد بنسعت جدا لما نلاقي طالة عربية عندنا في مصر لكن طالة عربية تبقى مش بس على مستوى بلدها لكن تبقى على مستوى الوطن العربي كله واتحقق نجاحات الحقيقة بنقف وراها ونقول برافو هي موجودة معانا النهار موجودة بطلتها وموجودة بحكايات كمان يمكن تكون ملهمة لناس كتير جدا من اللي بتتبعنا دلوقتي وعندها مواقف وقراء نحب جدا ان احنا نعرفها معانا هنا في استوديو حديث القاهرة الاستاذة خلود العميان الرئيس التنفيذي لمجلة فوربس الشرق الاوسط اهلا بيكي منورانا الله يخليكي يا رب شكرا كريم على المقدمة الحلوة اهلا بيكي بجد منورانا وسعيدة جدا من انت معانا النهاردة وطبعا النهاردة زميلي العزيز جدا صاحب برصة الكلام بانه كان طرف رئيسي في حدث مهم هيحكي لنا عنه هو كمان النهاردة هو معانا النهاردة في الحوار مش كضيف لكن كمان كمحاور شكرا كريم اهلا بيكي طبعا منورة مصر انا اعرف بيكي طبعا 4 ايام تقريبا ما نمتيش 4-5 ساعات في 4-5 ساعة ايام اه والله وما ظهرتش حتة في مصر لا احنا عندنا عطاعة كبيرة اه كان احتفال اكتوبر كان احتفال رائع جدا يعني الله حلو طيب بما ان بقى احنا موجودين في مصر واللي يقعد في مصر 4 ايام يبقى مصري فدي حاجة ظريفة جدا السؤال لما حد يتكلم على فوربس انا حيبدأ من التعريف خلود اما حد يتكلم على فوربس ده اسم كبير جدا عالمي النجاح في ان انا اتحصل على هذا الاسم ويبقى ليه اصدار عربي اكيد هو في حد ذاته نجاح بس انت شاركتي كمان قبل كده في الاصدار العربي لفوربس الاول ما جربت خالص فوربس العربية وكنت موجودة من ضمن فريقها الى انت وقفت واعدتوا انتوا بنفسكم فوربس الشرق الاوسط اهمية وجود فوربس كانت في الوطن العربي ايه فوربس هي يعني كانت اضافة جيدة للصحافة الاقتصادية لانه اتذكر لما كنا نشتغل بفوربس من ايام من سنين من الفين وسبعة او الايام الماضية كنا لما نتكلم ونتوصل مع احد قبل ما تكون في ثقافة الاسواق المالية كانت من ال اولا هي كمجلة عمرها مئة سنة تعدت المئة سنة فكانت يعني التقافة الاقتصادية بعدها لسه مش معروفة بالشرق الاوسط يعني في المنطقة تقريبا فكانت اضافة يعني انه يكون فيه صحافة اقتصادية متخصصة كانت اضافة للمنطقة وخاصة انه نحن متخصصين في البحوث والدراسات اغلب مواضيعنا مش متخصصة فقط في الاسواق المالية نحن نتناول الاسواق المالية بطريقة مختلفة يعني نحن الثروات اغتروا الاجمية والمصادر الدخل صحيح انه نحن نستفيد من المعلومات المتاحة بالاسواق المالية فمنقوم بحساب الثروات وعملنا مؤشر مؤشر الثروات مشهورة في فوربس من سنوات يعني من سنين العالمية يعني من قبل ما تنتغل فاحنا عملنا النسخة العربي الشرق الاوسط نعم كانت هي اول في الشرق الاوسط هي باللغة العربية والانجليزية لانه بترك تحنا المنطقة العربية صار يعني خاصة كالكل الجيل الجديد يعني بحبوا انه يكون يعني لغة انجليزية وفيه كمان فيه صار هجرة للشرق الاوسط ماخ teachers الملوني كمان الاجانب موجودين بقوة العاملين موجودين بقوة تحت 30 تحت 30 لقينا لأول مرة على الأقل فيها مش أقل من 5-6 أسماء هنوت ده بيخلي برضو غير عرب ده برضو حاجة يعني كان فيها استحسان بس الناس بتسأل على المعايير يعني القائمة الأخيرة اللي هي آخر قائمة اللي اطلقت من 3-4 أيام فكرة أن يكون عندي 30 تحت 30 معايير تقي الاختيارهم كانت عاملة ازاي نعم أول شي الخبر الحلو أنه نحن السنة الجاي هيكونه 150 زدنا العدد مش 30 تحت 30 بقوة 150 تحت 30 لا الفكرة حنتكلم عن المنهجية هو المفروض 30 تحت 30 بس زدولنا بالشرق الأوسط لأنه كان يعني لسه القائمة ناشئة قائمة ناشئة هي عمرها 12 سنة بأمريكا وبالعالم بس بالمدل إيست احنا بدنا فيها متأخرين يعني فكانوا مسموح لنا بس 30 شخص لأنه نحن الهدف أنه نسلط الأضواء على الشباب المبدعين مين اللي سمح لكم بإنه بس 30 شخص فوربس أمريكا فإنه هلأ حنسمح لنا نزيد عدد من 30 لـ 150 بس بيضل إنه في كل قائمة 30-30 يعني من كل تحت مجموعة من الافتراض احنا هنا طبعا اتكلمنا كمان معاهم هنا خالد في حديث القاهرة يعني تبعنا ده وأعلننا أسماءهم واحتفلنا بيهم وكلمناهم كمان هنا وحاورناهم منهم أسماء رائد أعمال أو رائد أعمال مصري تحت 30 في قائمة فوربس واللي أخذوا 10 حاجات المصريين أنا عايز أرى للمنهج بس يعني الاختيار اختيارتهم بناء على أي يعني في ناس بتقول تم في ناس كانت تستحق أكتر هل ده بناء على الأنجح ولا الأشهر ولا الأغنى تمام هم الثلاثين اللي خارج السرب يعني المبدعين اللي إذا بتلاحظ أنه كلهم مميزين نحنا أولا مش ستارتوبس يعني أنه نحنا ما بنتكلم على موضوع الستارتوب إنه شئين هل نتكلم عن عملهم مش ستارتوب المطلق ولا مش ستارتوب بس لا الستارتوبس اللي بنحنا نأخذهم على الفوندينج يعني أدي عملوا أكتر فوند في قائمة مختلفة للستارتوبس في قائمة مختلفة للأندر تيرتي هم المبدعين مين أكتر حدا مبدع في الرياضة في الرياضة في الغناء طب نحن نقول في حد رياضة آه في حد رياضة في رياضة في فن في مختور يعني في يعني هي لأنه في تسويق إلكتروني وغيره طب تسوي إذن الفكرة أنا معلش يخل إذن الفكرة أن فوربس الشرق الأوسط أخذت برميشن هي كمان تعمل الأندر تلاتين اللي تحت تلاتين سنة الناجحين وعملت أول قيمة لها تلاتين بالبرميشن بتاعهم فحطيتوا معيير هل هي نفس المعيير بتاعت فوربس العالمية؟ طب إيه لجنة الإختيار وإيه المعيير؟ أوكي المعيير إنه نحنا نختار لجنة من كبار الشخصية من الناس اللي عندهم عندهم تجارب في الأسواق محكمين فنحن فتحنا النوميشن ترشيحات وصلنا أكتر من أربع تلاف يعني مرشح مرشح قمنا باختيار عملنا شورت لست لقلهم وممكن يرشح نفسه ولا آخرين يرشحون لا لا هو يعني نحن نقول ترشيح يعني هو يبعث في أسئلة لازم يجاوب عليها بإيش مميز يعني في أسئلة إنه ممكن يجاوب عليها بعدين بتم اختيارهم يعني الأعمالية كتير صعبة مؤلمة لأنه بنظل نختار تصفية تصفية لحد ما نوصل لعدد معين من أربع تلاف لثلاثين أيوة نعرضهم على لجنة التحكيم ونختار طبعا كل لجنة التحكيم كل شخص مختلف يعني المختص في القطاع مثلا التكنولوجيا بيكون مختص في القطاع التكنولوجيا هو اللي يختار من أبرز المحكمين المحكمين عندنا السيدة رجاء الجيرج سيدة إماراتية هي من أكبر الشركات العائلية في الإمارات عندنا الرجل الأعمال بشارة بشارة من المستشفى الأمريكي هو رئيس التنفيذ للمستشفى الأمريكي هو مصري شريف بشارة في عندنا علي الأعراج من الام بي سي في عندنا صحب جميلنا أيوة صحيح في أسماء موجودة نخبة من أسماء بارزة هي كانت لجنة التحكيم في التصفيات النهائية نعم ودول اللي خرجوا منهم نعم إحنا مفتخرين بالـ 12 شخص اللي أخدوا 10 مراكز وكلهم أسماء لمعجب إن شاء الله السنت الجاي يكونوا أكثر إن شاء الله بس نقطة مهمة قوية يعني ده مش معناه أن كان فيه لجنة تحكيم مصرية أو أغلبها مصري لا 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 عرب وغير عرب فيه لجنة التحكيم كانوا عرب من الإمارات من سوريا من الأردن فيه من الهند فيه من طبعا عايزك تبصي معي على القايمة دي وراحت لأميركا ورجعوا لازم يشوفوها يعني كمان يعني فوربس أميركا بتراجع القايمة طبعا لازم خلنا بص على القايمة 12 شخص مصريين مقارنة بالسنوات اللي فاتت إنتي شايفة تركيبة اهتمام المصريين والمصريات في ريات العمال في البزنس في الجزء بتاع الإبداع راحة فين إيه المجالات اللي هتموا بيها؟ إيه المجالات اللي اختفت من خارطتهم؟ المصريين هلأ فيه ترند كتير أنه نحن لما بنعمل الشركات لستارتوبس أنه كتير في مصر مصر يعني كانت دبي مازالت يعني أنه الهب للستارتوبس للشركات الناشئة بس اللي بيعملوها اللي بيقصروا راحة اللي بتعدى المليار بس أغلب الشركات السارتوبس تبدأ من مصري يعني الشباب المصريين عندك كتير شركات سارتوبس هي موجودة في مصر إيه المجالات اللي يشي فيها ده؟ فيه التوصيل يعني بيعتمدوا على لأنه بعد الكورونا بتعرف صار فيه مشكلة بعمليات لديك عمليات اللوجيستيك وعندك التكنولوجيا الفينتيك أكثر ترند أو أكثر ديماند على الفينتيك وفي عندك هلا الهلتك الهلتك بيك ديماند في دبي وبالإمارات وفي مصر كمال؟ وفي مصر هلتك لأ مش في مصر بس فينتيك موجود في مصر وفي كتير يعني توجهات يعني في أزياء خلود يعني إحنا عندنا 12 شخص من مصر في 10 مناصب في التحت الثلاثين بقية الجنسيات الأخرى كان فيها برضو أعداد كبيرة يعني مثلا مثلا إنت تفضلت وقلت لي يا خالد أنه عن مش عرب بس مش عرب نحنا من أساسيات المهنة وأخلاقيات المهنة أنه ما بنميز بين عربي ومش عربي يعني أنت مقيم في الإمارات أو مقيم في مصر أمريكي مقيم في مصر من حقه يكون في القائمة يعني أنه ما عنا تمييز بين الجنسية ولا عنا تمييز بين أهم شيء يكون نتأكد أنه عمره أقل من الثلاثين وأن المشروع بتاعه ناجح هو في منطقة الشرق الأوسط أنا عندي فرصة لسا كريم أهم حاجة نتأكد أنه أقل من الثلاثين أنا شخصين أنا كمان عندي فرصتين يا جماعة عمره يتأسم على هل وجود تنشر حد في القائمة هو ده اللي خلاكوا تختاروا كفوربس الشرق الأوسط أن الجونا يتعامل فيها أول منطقة ومؤتمر صراحة الجونا يعني نحن مبسوطين ومتحمسين كتير لها الفرصة طبعا مع شركاتنا أوراسكوم اللي أنه حابين أنها تكون يعني مصر هي الدستنيشن للشباب يعني للشباب لأنهم يجوا تنجوي وأنه كمان أنه نحن خلقنا مثل تجمع لهدول الشباب يكونوا مع بعض لأنه هي أول مرة في الشرق الأوسط عم نعمل أندر تيرتي الميدل إيست صحيح فهتكون في مصر إن شاء الله تكون يعني سنويا وهلأ فتحنا باب التكت يعني أنه في حد يبدو التسجيل ويبدو الحضور وفي عندي ناس اللي عايزة تحضر مين بقى هم الناس اللي متاح لهم أو مسموح لهم يسجلوا عشان يحضروا إيه هي الـ يجول أنه نحن الأندر تيرتي كلهم بحبوا أنهم يجولوا في مجال الأعمال يعني فيه جلسات ومؤتمرات وحادي أنا فيه سؤال متوصي قبل ما أدخل ليه علاقة بالريادة الأعمال ناس كليل بدأت تهتم لكن في مصر ما عرفش حالك تبيعتي بس كان فيه أزمة ليه علاقة بأكتر من شركة عراضة الأزمات نعم فبداية الناس تسأل هل ريادة العمال فقاعة زي اللي حصلت مثلا في فقاعة الـ.com في أمريكا في نهاية التسعينات ولا الأمر لست بخير ولا ده حالة ليه علاقة بمصر أكيد مش فقاعة يعني أكيد أنه ريادة الأعمال وإذا أنت بتتكلم عن الشركات الأعمال أنه أكيد مش فقاعة بس هو أنه إذا اليوم قرأته صندوق النقد يعني أنه التقرير طبع صندوق النقد اليوم عم بيقول أنه على كبار المخططين للسياسات النقدية أو للسياسات الاقتصادية الاستعداد لأنه الغيوم يعني لو تشوف الوصف اللي وصفه أنه الاستعداد للقادم يعني نحن داخلين على مرحلة ركود يعني وهلأ نحن في مرحلة تضخم وفرق العملة اللي صار على مصر أثر على الشباب فعال ده معنان فعال ده معنان إبراك العمل تلاقي مكان ولا تنحصر يعني أثرت على أداءها أثرت على يعني أنت لما بيكون عندك عاملين فاند وعملين بالعملة يعني وعندهم يعني التزامات مادية هو محتاج يدفعها فلا هيأثر عليه إذا ما جلوش الدخل اللي محتاجهم على الأزامات دي طيب أروح لآخر جزئية بقى أنتو عارفين يعني ستات وقعت مشاركة في مؤتمر رئيضات أنا مش عارفة وخالد رح لي فيتريندو فيتريند وأنا رحت لمؤتمر رئيضات الأعمال اه أنا رحت مؤتمر رئيضات الأعمال لدعم هن انت كنت ريحت هدعم وكمان رد على فكرة التمكين حتى أنت قلت على فكرة التمكين ونكن سمعت الشجوع أنت قلت لا مش محتاجين تمكين لا نحن نتجاوزنا مرحلة التمكين عدينا التمكين خلاص إنتي صحيحة قلت إحنا بنهدد حالياً مواقع الرجال أخذوا بالك وحنا وصحة أنا برأيي أنه نحن عدينا خلاص مرحلة التمكين نحن لم نتكلم عن مرحلة التمكين نتكلم عن مرحلة ما بعد التمكين واللي أنا بشوفها بوجهة نظري وجود المرأة في القيادات التنفيذية يعني أنا في مثلاً من مئة شركة في الشرق الأوسط ثلاث سيدات فقط في الرئاسات التنفيذية في الرئاسة التنفيذية بس دي في قطاعات معيين أنت تريد تقريباً عندنا أربع أغلبهم بالبنوك الثلاثة بالبنوك بالزبط للأسف يعني أنه بس ثلاثة من مصر من خمسين شركة مساهمة عامة في السوق المصري عندك ثلاث شركتين فقط هما النسجون العرب والمتكاملة بعيداً عن الأسماء بس هما السيدات في هذه المناصب في ده طب بس هي بالشخص اللي موجود دلوقتي بالمناسبة خلود هي مغامرة كبرى ومؤمنة بأن الأزمات تصنع فرص نعم أكيد أكيد وبعد النجاح اللي أنت حققتيه بعد الوقت ده كله بما إن وقتنا خلاص بيتطير مننا الشخصيات الملهمة للستات بنعتزي بيها جداً الله يخليك تستمر وأنت مريتي بمراحل كتير بس عايز أقول بكل ما رأيتيه وكل اللي أنت عملت تبعيه في الدراسات وأنتو بتدرسوا الشخصيات اللي بتنجحوا سيدات الأعمال وغيرها إيه أهم حاجة لازم تكون موجودة الأولاً عند الشخص عشان يبقى نجح ويبقى رائد في مجال عمله وبعد كده الستات بقى اهتميلي بيهم شوية أنا مهتمة في الستات أنا أصلاً يعني أنه موضوع الستات مهم جداً يعني حتى في قبل ما أقولك النقطة هاي أنه أنا من الشخصيات اللي بتألم جداً لما بعرف أنه المرأة بتم اختيارها لتكمل كوتا أو لتكملها المرأة لازم يعني هذه الكوتات لازم يلغوها لأنه المرأة يعني المرأة لا تقول كفاءة يعني تستحق بجدارة أنها تكون في المناصب الإدارية والمناصب التنفيذية بإمكانياتها وليست بمنة من شخص يعني مش مش علشان أنت عايز تساعدني فهتعمل ده بس أنا عندي إمكانيات تؤهلني إذا كنت صاحبة إمكانيات ففاضل بيني وبين الشخص الآخر وتم اختيارها صدقاً لأنها تستحقها يعني مش عشان يكمل فيها كوتا لمهارتها وإمكانياتها وإمكانياتها أكبر درس تعلمتي في كل المشوى أكبر درس تعلمته الصبر يعني أنه الواحد يصبر يصبر على الاستثناء أنت واضح أنه فيه رجال كتير في حياتك لو أخبرك الصبر فيه رجال كثير الصبر والمثابرة والعمل الجادي يعني أنه كل حدا اليوم بحاب أنه يوصل عشان يوصل يعني محتاج مشوار يعني عشان يكمل طب أنا لو رجل عمل لسه ببدأ وأيام الركود ده تنصحي بإيه أعمل والشغل اللي ما عملش وأنت قابلتي يعني عشرات من الأثريات أبدأ أكيد تبدأ أكيد أكيد يعني هو في الأزمات دائما في الأزمات أبدأ مشروعك في الأزمات في الأزمات لأنه أو أولا لا تستثمر في شيء أنت مش يعني مش حبه ومش عارفه أو مثلا إنه أوه الناس رايحين دهب خليني أروح دهب أوه الدهب عن بنزل خليني أشتري أنا بحب يعني لا استثمر في شيء أنت بتحبه استثمر في شيء لا تتبع إذا شفت الناس كلهم رايحين هناك روح أنت الحتة التانية يعني إذا أنت عشايف الناس كلهم رايحين أسهم روح مكان تاني يعني ما تتبع التيار وإذا حب تبدأ شركتك يعني استعد للعاصفة يعني إنه مشوار حالي فيه تحديات كتير وخليك جاهز لها بس زي ما قالت كده المفتاح السحري هو اعمل شيء بتحبه اعمل شيء فاهم فيه وحتنجح والأزمات زي ما هي مصاعب زي ما هي فرص لآخرين يعني خلود العميان رئيس التنفيذي الفوربس الشرق الأوسط سعدة جدا أن أنت معانا نهارده ومبسوطين أنك في مصر ونتمنى تزوري حاجات حلوة كتير لأن مصر فيها حاجات حلوة كتير أكيد وأهلها أحلى ما فينا وحنشوفكوا إن شاء الله في المؤتمر في الجون إن شاء الله إن شاء الله شرفتين شكرا شرفتين الله يخليك شكرا طيب بعد الفاصل بقى الفقرة اللي جاية دي وأنا بحضرها كنت عندي حالة من حالات الاستمتاع أيضا الضحك الباكي اسماعيل ياسين يكرم ولأول مرة في مهرجان اسكندرية تصوروا هتسمعوا بصوته وبيقول نفسي أتكرم ونحي لكن بعد الفاصل حنشوف كمان حفيداته هنا في حديث القاهرة ونحتفل سوا بهذا التكريم ولقطات أخرى لم تروى من قبل فانتظاركم